ميليشيات الحجد وهما أقر به أحد قادتها بالقول إن العملية تفاجأت الفصائد المسلحة وإن ما حدث كان كابوسا وطريقة الهجوم ومكانه وتوقيته كان رهيبا ومؤلما وفي الوقت الذي ينظر إلى سليماني بصفته مسؤولا عن نشاط الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة كان المهندس بمثابة العراب لميليشيات الحجد وقد كان الاثنان يمثلان البوصلة لعمل تلك الميليشيات وأدى اغتيالهما إلى فقدان الثقة والقدرة على العمل وأثناء الرد الاستعراضي الذي قامت به إيران ضد قواعد أمريكية في العراق كان قادة الحرس الثوري عقدون اجتماعا مع قادة من الميليشيات المرتبطة بطهران في عدد من البلدان العربية استمر لأربع ساعات صدرت على إثه تهديدات من قادة الميليشيات بالرد من جانبها والدعوى أن هذا الرد لن يكون أقل حجم من الرد الإيراني على وفق تعبير قيس الخز علي زعيم ميليشي العصائب إلا أن مصادر من داخل ميليشيات الحجد أكدت أن خسارة القائدين يعني أنهم باتوا في حالة شلل وغير قادرين على الانتقام وتحمل ردود الفعل الأمريكية بل إن قادتها باتوا يخشون على أنفسهم من المصير ذاته ناهيك عن النزاع الذي بدأت بوادره بالظهور حول اختيار خليفة للمهندس الميليشيات التي تدعمها إيران تعتبر بحسب ما تؤكد مصادر من داخل منظومة الميليشيات مجرد أداة منفذة للأوامر ولا رأي لها والمشروع العقائدي الذي تزعم أنها تتبناه هو مجرد خيال فقد ظلت طهران تحدد أبعاد تحركاتها عبر سليمان والمهندس بطريقة شخصية ومباشرة وفي غياب الرجلين فقدت هذه الميليشيات توازنها وبات التواجه واقعا محفوفا بالمخاطر مخاطر داخلية تتمثل برغبة كل قائد ببسط نفوذه وخارجية تتمثل في كشف مخططاتها وحقيقة انتماءاتها بعد الحروب والصراعة التي أججتها في بلدان المنطقة